ويضيف تنت أنه في اليوم التالي من أحداث دعش أيلول ثاني يوم وأثناء سيري في الممر المؤدي إلى الجناح الغربي رأيت ريشارد بير وهو يخرج من المبنى في نفس الوقت التي كنت أهم فيه بالدخول وبير هو واحد من مجموعة شخصيات يحمل كل منها لقب الأب الروحي لحركة المحافظين الجدد وفي ذلك الوقت كان يشغل منصب رئيس هيئة سياسات الدفاع وهي مجموعة استشارية مستقلة تتبع وزير الدفاع رامسفل ولم يكن يعني تنت يتكلم هذه بمذكرات ولم يكن هذا اللقاء عند الباب سوى مرور عابر لا أكثر ولا أقل ويضيف تنت أنه مع اقترابي من الباب استتار بير نحوي وقال على العراق أن يدفع ثمن ما حدث بالأمس هم يتحملون المسؤولية يقول تنت هنا شعرت بالصدمة وفكرت ما هذا الهراء الذي يتحدث عنه بير بحق الجحيم فقبل ساعة قمت باستنساخ قوائم ركاب الطائرات المختطفة الأربع والتي ظهر من خلالها وبما لا يدع أي مجال للشك أن تنظيم القاعدة وراء هذه اللاجمات وكنا على مدى الشهور والسنوات التالية نحقق في احتمالات وجود دور محتمل لرسميين ينتمون لدولة أي دولة يقومون برعاية القاعدة ولكننا لم نجد دليلا واحدا يشير إلى تورط العراق ويؤكد مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية سياة جورج تنت بالقول هذا كله في مذكراته موجودة أن الرئيس بوش وسقورة وصلوا البيت الأبيض والنية مبيتة لغزو العراق وقد استغلوا أجواء أيلول لغسل مخ الأمريكيين وكسب تأييدهم للحرم اشتركوا في القناة